بص يا صديقي بما انك انت زعلت يعني احنا غيرنا الحادوثة بتبدأ والحوارات دي كلها ومعجبكش كان يا مكان يا سيدة الكرام فانا مش هرجعها عشانا كنت يعني اللي هو بس ايه جدعانة مني كده بو الصحابي يعني فهم ما علينا فحقول لك اعمل حاج الحادوثة بتكمل وبنشوف البت اليزابيس قاعدة حزينة كده ويكأنها يعني مفروض تبقى فرحانة يعني انها اساسا المفروض النهاردة الفرع بتاعها على فورف تنر يبغت تقوموا بيها يعني المهم بعدها بيجي قسطول بحر يعم الحاج وبيبضوا على عمك ويل عشانت بيتعودي زعلانة اروحهم الكويس المهم بيحاول الملك والامير بتاع البلد انه هو يتم العفو عن ويل ولكن مش بينفع وبيكون مطلوب القبض على الواد ويل والبت اليزابيس والواد كمان جيمس نورتن ولانا بيسأل الملك عن السبب وايه التهم المتوجهة ليهم يعني مع المعوظة في الكلمة برضو عرفوني ميتقلوا ان هم كانوا بيساعدوا مجرم مطلوب لعدالة طبعا احنا عرفين مين المجرم ده كابتن جاكس بارو طبعا المهم يعمل حاج بالروح ب ايه لكابتن جاكس بارو وفي السفينة بتاعته هو والتقم بتاع الحلوين الجمال دول كلهم عميين يقولوا ان هم عايزين اي مصلحة واي سبوبة كده يهبقوا عليها ويعرفوا ان هم يهربوا من التهم اللي عليهم دي وبيبقى عمك كابتن جاك كده مش عايف يعمليه خالص لحد لما بيتقرر انه هو يجيب لهم رسمة المفتاح وبيقول لهم ان دي خريطة للكنز الكبير اللي احنا انت شاء الله هنتوكل على الله ونروح له وعدا كده بنشوف كيتلر بيكتو بيتكلم شباية مع ويل بيقوله انه هو يقنع جاكس بارو انه هو يسيب القرصانة اللي هو بيشتغل فيها وقلة الادب ده ويشتغل لوحده بقى بيبقى تباعد دولة والحاجات دي كلها وعمك ويل بيقول لكيتلر ان جاك اساسا مش حيضى بالموضوع ده باشا هو عوعه كده وحياته كلها ماشي بالطريقة دي المهم بعدها بيقوله انه هو يجيب له بصلة الماء كده وفي المقابل حيديه السفينة بتاعة عمك جاكس بارو المهم بعد كده بنشوف جاك في المحيط كده وفي مكان بالليل وبيقاب المهم يعني احنا ايه حنشوف عمك الكراكين ده كمان شوية المهم بيكمله كلاما عن الكراكين ده اللي احنا لسه تكلمين عنه وبيقوله انه هو حقيقة اللي اللي حيلاقي عنده بقى عسودة وبعد لما بيخلص كلامه بيتكل على الله ويمشي فعمك الجاك بيبص في ايده كده وبيلاقي سبحان الله ايه ده انهر ايه سويد ومنايل دي بقى عسودة المهم بعدها بيطلع بيقول لكل الطاقم انه هم يطلعوا بالسفينة على قربيبسة او جزيرة عشان انا صراحة كده يعني حالتي الن نفسية مش متطمنة انا خاف الكراكين يطلع يا كوني درجة انه لما قرد موجودة على السفينة بياخد الطاقية بتاعته بيرميها في البحر وكل بيروح عشان يجيب هالو عامك جاك بيقولهم لا 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 بس سبوكم لطاقية عادي تولعوا وكملوا يبحار انتوا ملكوش دعوة طبعا وكلهم بيكونوا مستغربين عشان الطاقية عادي بالنسبة لجاك كحاجة مهمة جدا انت فهم طاقية دي زي وزي شرف وكده اسم عنده شرف يعني باسمها علينا المهم يعمل حاجة بعد كده بنش كأنك كده جدعي سفينة بتتكسر وبتغرق في البحر سبحان الله بعد كده عمل حاجة بنشوف ان عامكويل طبعا انت تتسنى بس قبل بنشوف عامكويل طبعا انت تسألني طب ايه اللي حصل دلوقتي اقول لك يا باشا ما هي ستاقية دي بتاعت الوات جاك اسبارو فاكراكين بيدوع على جاك اسبارو فهو لما لقى الطاقية قال لك بس ده نطلع اختصب اللي على السفينة دي كله المهم بعد لما شرحت لك الكلام ده كله بنشوف ان عامكويل رح قال لبت ليزابيس انه هو هيروح لجاك اسبارو عشان يساعدهم وبعد رحل التدوير طويلة بيقدروا الحمد لله ان هو يعرف مكانه وان هو موجود على جزيرة معينة ولما واحد قاله ان هو شاف السفينة بتاعته على الجزيرة دي وصل للسفينة وبعدها بينزل عامكويل في الجزيرة وبيدخل لحد لما بيطربت في فخ موجود تاني منتا اللي هو الفخ بيشفوته كده وبيبعد كده ان سكان بتاعوا الجزيرة وبياخدوه وبينشوف ان عامك اسبارو اساسا معهم وبيكون رسم على وش عيون كتير كده وبيتكلم مع كل موجودين بلغة ق قريبة عجيبة ده فهامش تعلم امها فيمي عامكويل بيحاول ان هو يكلمش راكو بيقول لي عاما بالله عليك انا عايز بس البصل عشان ينقذ البيت اليزابيس واتكل انا على الله ولكن هو مش بيعبره صراحة اللي هو عين لعن دماغه امي مش نقصك انت على الصبح وبعد كده السكان دول بياخدوا الودويل وبينرجع نشوف ان الملك اخد البيت اليزابيس عشان يهربها عشان هو صراحة خايف عليها وبعد كده عمل حاج بيلاقوا شوية رجالة فابتدل انها تهرب منهم وبعد كده بتروح للود كتلر وبيتهددوا المسدس اللي معها اللي هو الطبانجة دي عشان يرجع عن اللي في دماغه ده ويسيب الودك ويسيبنا كلنا في حالنا ومش نقص امك عالصبح يا جدك وانا انا عندي عيال عايزة اربيهم انا نعم لسه ما خلتش بس عاردي راجل عايزة اتجوزه وعيال عايزة لسه بعد كده لما يجيجوا يعني اربيهم الحاجات دي يقول لها وبالله عليك يعني معلش يا كلمة مني كده ليك يا واد يا كتلر ما تقتل الودويل اللي بتسيبها لنا وانا حاجب لك البصلة واجب لك اي حاجة انت عايزها يعني معلش يا انا بصها المهم معلي انا من احلامي الباقسة دي بعد كده اعمل حاج الود كده لو بيفضل يتكلم مع البيت الريزة بس ويقول لها ان هو بس عايز منه بصلة معينة وحاسبكم تتكلوا على الله فبيتسيبه وبتمشي وبنشوف ان الودويل اللي فاق وهو محتوط جوا دايرة ما كده كده كبيرة بسم الله ما شاء الله يعني كده وفنشورة وبيكون معا شوية ناس من التقم بتاع الود جاك وبيعرف منهم ان السكان بتاع القبيلة دي معتبرين جا هو ايه الاله بتاعهم واستغفى الله العظيم يعني وانه هو موجود هنا عشان يحررهم وانه هما لازم يحرقوا وياكلوا يعني بسم الله ما شاء الله كده ايه احنا بنكل لحمة بنا قدمين بس انت عارفين طبعا الود جاك خنزير فهما كده بيأكلوا لحمة خنزير وبيبقنا انا احنا نسمؤمين وموحدين باللك احنا لحمة خنزير بالنسبة لنا حرار فمناش دعوه مش هم بديدنا معاهم طبعا بعد الكلام ده كله بيقرر الطاقم والويل لانه هما لازم يحرروا جاك سب طبعا بيفضى يا عمك جاك يقول لهم لا الخشب ده لاي لا ده كتير طب هاتوا بالنبي شوية كده شمال طب هاتوا حبه والنبي كده يمين لا انا نوع الخشب ده مش عاجبني انا عايز خشب زان من اللي بيدع في جنوب الهند الشرق انا مش عاجبني الخشب ده المهم يعمل حاجة هو ايه بيحاول ان هو يليهم عشان يهرب منهم ولما بيجي يهرب منهم والحمد لله بيمسكوا عشان هو ودهبل يعني وبياخدوه بقى عشان يحطوه على النار فاكر ان انت تطوموا جيري زمان كده والله العظيم اكل خروف ماشي بس يعني ماشي حنقولي يا حزب الله ونعم على الوكيل فيه المهم بعد لما بيسكوه بيحطوه على النار عشان يولعوه في امه وفي نفس الوقت بيبقى عمك والله والمعاي قادروا ان هم يهروا من اللي هم كانوا فيه اتكر الله عشان يعرفوا ان هم يطلعوا الوات جاك يسبور من اللي هو فيه وينقذوه وبيجي واحد من القبيلة وبيشوفهم فبيروح بقى يفضح كل القبيلة حواء قبيلة لعل هربو فبيسيبوا عمك جاك يسبور ويتكتوه على الله يروحوا على السفينة وبيكون معهم الوات جاك وعمك ويله وبيفضل عمك ويله يتكلمه يقوله انا عايز منك البصلة عشان احرب بيت الازابيس ولي معايا يعني سيبني في حنة بقى فعمك جاك بيقوله ايشنا تمام بس انت حتساعدني في الخطة والرحلة بتاعتي الاول وانا بعد كده حتديك البصلة طبعا هو بيضطر ان هو يفق قصبا عن امه بعدها عامل حاجة بيروح هم الاتنين في الرحلة بتاعتهم وبيكون رايحين لساحرة اسمها طايا وبنشوف بقى ان في واحد من الطاقم بيشرح ويله ان وحش الكراكب ممكن يقتل جاك في اي وقت اول لما يلاقيه او اول لما يعطرف امه بعد كده عمل حاجة بيوصلوا للساحرة طايا ولما بيدخل لها بتشوف الواد ويله وطاعة تكلمه كده وبتفضل تتكلم معايا يعني بس عمك جاك بيقول لها والله انا جاي هنا عشان تساعديني يا قبل امش عشان تقعدت تتلوكي مع الواد ويله يعني فبيتقوله ان هي عاجزة مقابلة عشان تساعدهم فبيديها ارد من معاهم وبيقول لها ان هو ده الارد بقى ايه بتاعك وان تشوف الخريطة اللي فيها المفتاح اللي معاك ده بتقولهم ان ده مفتاح قلبي ديفي جونسول وله هو حب بيت غدارة وجرحته فقام جاي مخبي قلبه في صندوق فاهم انت اللي هو يعني الواحد لو كان خبي قلبه في صندوق على كمية المرات اللي اتخاس وقافيها كان زمانه معا كمية سنة دي انا هتقول يا انت عندك كمية تقوله يا عم مش حالك المهم بعد كها بتقول للواد جاك انه هو يفضل موجود على الياسة عشان يحمي نفسه من الوحش بتاع الكراكب ده وبعد كده بيمشي وبيروح على السفينة و وبيلاقوهم في المية ومتبهدلة اساسا وحيتها بالبلة وبيقول جاك لويل انه هو يدخل يدور على المفتاح وبيقول انه هو حيليق المفتاح جوه ولو تثبت تقولهم ان انت تبقى يعني ما تقلقش وبعد كده بيروحوا المركة وبيروحوا ان فيه اغلب الناس اسالة اللي موجودة ميتة وناس تانية خايفة وبعدها بيلقوهوش كتير كده جايين وطلعين على السفينة وتفهمش كل دول جوم منين وبعد كده عمل حاج بيجي واحد وهو قائد اساسا بتقلوهوش دق وشكله اساسا فاهم تانية اللي هما شكلهم ميتين ده فبيقوله بقول لك يا ابو الصحابة انا جاي طبع جاك يسبوروش فبعش الاساسان بيطلع انه هو ديفي جونس وانه هو بيدور على جاك وبيلاقيه بيقول لك يا ابو الصحابة انت ازا انت تايب لميتة روح مقابل روحك انت وانا مزان بيبقى ان انت كنت قبطان ضعيف لمدة سنتين لما اوصف الكلمة المهم بعدها بيقوله بيقول لك انت قدمك 3 ايام لحد ما اكتلك ان يجيبك من لباسك ويموتك بعد كده عمك جاك بيحاوي انه هو يعني بيقدر ان هو يهرب بعدها تيجي البيت ليزابيس وبتشوف كل اللي حصل ده وبتاخل العميد معاها وبيقابل عم كويل بلترنر وبيعرف منه ان هو بو وبيقوله ان هو تم استعباده اساسا حوالي 100 سنة كده من الوحش ابن الوزخ فاما كويل بيقول لهم بعد الصدمة دي يعني انا بس عايزي المفتاح عشان يعني ايه اخلص من الدنيا دي كلها الوان بيقوله الوحش ان المفتاح موجود في صندوق الراجل الميت وبنشوف يعمل حاجة بعد كده ان عمك جاك قابل البيت ليزابيس و وان هم بقى لازم يروحوا على هناك عشان يلقوا البوصلة والمفتاح ويقدروا ان هم ينقذوا ويلو والحمد لله وفي نفس الوقت هنديكم البوصلة وانت تنقذي نفسك وننقذ نفسي والدنيا كلها تتراضع يعني المهم بعد كده بنروح نشوف الوات ويلو الموجود مع الوحش وبيعرف المفتاح مع الوات ديفي وبيتقرر ان هم يلعبوا لعبة كده واللي هيخسر فيها حيموت واللي هيكسر هيخد المفتاح وبيلعب عمك ويل وبيخسر ليه عشان جمال عبد الناصر ولكن يعني حمد لا ابو اللي بيدحك عليه وموش بيحصل له حاجة يعني بعد كده بيروح عمك ويلو بالليل عشان ياخد المفتاح من ديفي هو نايم وبيقدر والحمد لله ان هو يقضب بعدها وهو خارج بيقول لابو ان هو مش هيسيبه وان هو هرجع لك يوبة تاني عشان احرارك ما تقلقش يعني وليبقى بقى جدعة في نفس الوقت ده عمك جاك والإزابيس والعميد مع بعضيهم على السفينة وبتفضل البت الإزابيس تتكلم مع جاك ويتنخش وكده وبيجي بعدها العميد وبيكلم من إزابيس وبيقول ل ان هو مداج جدا بسبب ان هو كان نفسه انه هتعبره كده زي الواد جاك والواد ويل بس ايها بتقول لي عم صباحة فل عبرك ايه وانا بيسيفني فعل ام انا مش نقص امك دلوقتي انا سيسأل ده وقته ده وقته يا عم الحاج برضو ارحمني برضو وانا مش لاقي حد يعبرني يعني ولا انتش عبرتني ولا البت دي عبرتني وانا لاقي حد هكدها برضو لو انت لقيت حد يعبرك قول لي قول لي يمكن الاقي معك المهم بعدش كده الاحزان اللي احنا فيه ده كده وانت ملاكش داخل فيه يعني يا بو الصحاب بيمشي من جنبها وبتقاري انها تبص في البصلة وتشوف فيها ايه يعني انا يمكن لاي اي حاجة فبقيت ليها انتجهت ناحية العميد فبتتخدك الجوازتي يا رب هولي شيت اللي هو لأ طبعا انا حب الراجل ده مش خالص يعني ازاي يعني مش عارف ايه العلاقة يعني الصراحات انها تحب الراجل ده بالبصلة وانا مش فاهم يعني المهم بتروح البيت الازباس وبتتكلم مع جاك شوية عشان هيك ه تستعد للجواز يعني والدنيا بوزت منها المهم بيوصلوا على الجزيرة وبيفضلوا بقى يدوروا فيها لحد ما بيلاوه صندوق تحت الرملة ولما بيطلعوا بيبقى هو لده اللي فيه ايه القلب بتاع عمك ديفي جونس المهم بعدها بيبقى المفروض ان كل حاجة هتبقى تمام يعني بعد هما لما لو القلب يعني كل واحد بقى بصوا حب بيطلع اسلاحة للتاني فهم انت عشان عمك ويلا عايز ان هو هيقتل القلب بتاع ديفي عشان يحربوه واللورد عايز ان هو يقتل ويلا وجاك عشان يمنعهم ه هما الاتنين من ان هما يعملوا اي حاجة في بدلوا بقى كلهم ان هما ايه يضربوا في بعضهم وتبرزوا ما بقى طب وانا بقى انتو بصوا سيبوا انتو الخيناء دي كميلوا انتو الخيناء ببعد ما تيجب يا بيت يا ليزا بيس كده عارزين مك على اي حاجة في ستار بوكس كده ولا اي حاجة انا عمك دخلتوا بس اي اخدشوا معاك بعد كده عمل حاجة بيجي شوية من الوحوش بتاع الوات ديفي وبياخدوا الصندوق يعني انتو عاردين بتتخانقوا وهما بيستان يخدوا وبيتلعب بيت يا ليزا بيس تيجي وراهم عشان تمنعهم وبتقدر والحمد لله انها تمنعهم وبياخدوا الطقم بتاع الوات جاكس بورو الصندوق وبيقدر جاك ان هو ايه ياخد الصندوق مع السفينة ولكن ديفي بيقرر ان هو انا بص انا بقى ايه الوقت قضحان وهبعت لهم الكراكن وبيبدأ بقى الكراكن يعمل حاجة انه هيجي مع السفينة والطقم كله وبيحاولوا بقى ان هما ينجوا ويوقفوا الوحش بدلوا اللي مش عارفين ان ما هوت امه ازا ده وبيكون العميد في الوقت ده ا اخد القلب بتاع ديفي وهرب ورايح للوردة عشان تنخشه ويتفاوضوا بقى على القلب ده احنا نعمل بيه ايه يعني ان يسلقه ولا نقليه ولا نشوحه بشوية زيت وصلصة كده ولا نعمل ايه يعني بعدها اعمل حاجة عمك جاك بيكون اخد مبكب زغيرة كده وهرب وبيشوف من بعيد ان البت ليزبس وبيل بيحاول ان هما يقربوا الزخيرة من الوحش عشان يضربوها فوش امه ويفجروا ونخلص من امه ويقدروا بقى ان احنا نحرقوا فبيبصوا عمك جاك من السفينة وخلاص بقى المهم بيركبوا كلهم قوارب النجاة ولكن البيت ليزبس بتروح الوات جاكس بارو وتم جاي مداله وبصح على كده وبتغفله اساسا بتربطه في السفينة وبتسيبه عشان الكراكين يبلع امه اساسا نحن مش عايزينه المهم بيهربوا كلهم وبيجي الوحش وبيبلع عمك جاكس بارو وبياخدوا السفينة معاه وبتشوف ان الوات ديفي بيفتح الصندوق بتاع القلب بتاعه ولكنه مش بيلاقي القلب جوا له وقلبي فين راح فيني ولا ده بعد كده عمل حاجة بيشوف ان طاقم كله والبيت ليزبس والوات ويلي مع السحيرة طايا وبيكونوا زعلانين جدا على جاكس بارو بيسألوها وبيقولولها ان هم عايزين اي طريقة يقدروا ان هم يرجعوا بها جاك يعني ما احنا معلش وانك مين انا برضو البيت ليزبس هي بتتكلم انا بتكلم انا بيت ليزبس يعني ها انك مين انا يعني انا لقات لا بس يا اي حاجة يعني المهم بتقول لهم طبعا موجود يعني انتو بس مفوت بحيلة وتخدوا مغامرة كده الاخر البحر بس انتو محتاجين كبطان عارف البحر كوي وبيجي اعمل حاجة كبطان برباروسة كتاب يعمل دخور ايه يسبب حرايق اللي واي كبطان برباروسة ده لو انت تفتك بتعجوز اللي فاتر انت تفكتش عليه فانت راح تفرج عليه جاية انا قولك اتفرج عليه في اخر الفيديو صباح الفول يعني المهم بيقول لهم بيساء الخير يا شباب انتو عايزيني في حاجة ومس كده صديقي توتا توتا خلصت الحدوت هي لسه مخلصتش لسه فيها اجزاء جاية بس يعني ناتبر بتاعت النهاردة خلصت بس كده الله هو اكبر ومتنساش تعمل سبسكراب لايك كومنت شير وستاش تعمل فولو على انستجرام وتعمل فولو زياد محمد الشوال المانجي الفيديو ده وتعمل فولو لأحمد وساما عشان هو الكاتب اسكب ده وتخشوا على جلوب الميم زميم امي على الوحات حدوتا جندة اينام احنا مواملينها شوية بس اتنا انت في حاجات حلوة نازلة جديدة كده لتبزيل فول واتعمل سبسكراب لقناة حدوتا جيمينج ففضل حاجة تانية لو في حاجات تانية انا بقلق لك بعدين يعني مهم انت راح يوم سبسك اشتركوا في القناة